واقع جديد يفرضه التقدم العسكري الذي تحققه حركة طالبان في مناطق وجبهات عديدة من أفغانستان بات يعيد تشكيل الخارطة الجيوسياسية بالكامل ويفتح الباب واسعاً أمام جميع الاحتمالات مع تمركز مقاتل الحركة على بعد كيلو مترات قليلة من العاصمة كابل التطورات المتسارعة التي يشهدها الميدان العسكري ألقت بظلالها على الميادين السياسية والدبلوماسية فمع محاصرة مقاتل طالبان العاصمة الأفغانية هرعت الولايات المتحدة والدول غربية أخرى من بينها بريطانيا وألمانيا والدنمارك وإسبانيا لإجلاء رعاياها وبالتزامن مع إعلان الولايات المتحدة الأمريكية إرسال قوات لإجلاء موظفي سفارتها وآخرين عبر مطار كابل الذي يشهد اقتضاظاً غير مسبوق ينفي المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي وجود خطر وشيك من حركة طالبان على كابل بيد أن تصريحات كيربي لا تترجمها الأوامر الصادرة من واشنطن لموظف السفارة الأمريكية في كابل القاضية بإطلاف الوثائق الحساسة والسرية التي يمكن أن تستخدمها طالبان لما وصفتها بالأغراض الدعائية على الرغم من محاولة الخارجية الأمريكية تبرير ذلك بالقول إن هذا إجراء عادي في حالة تقليص الوجود الدبلوماسي الأمريكي في بلد ما ومع تسارع واتيرة الأحداث واتساع رقعة الانسحابات من المستنقع الأفغاني يؤكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أن الوجود الدبلوماسي مستمر في كابل مهدداً في الوقت ذاته حركة طالبان بعدم اعتراف المجتمع الدولي بها في حال استيلائها على البلاد بالقوة في المقابل تلوح بعض الدول كبريطانيا بالتراجع عن خيار الانسحاب من أفغانستان في خطوة تبدو غير قابلة للتطبيق فبحسب خبراء تحاول لندن وغيرها من عواصم الغرب إظهار خيار القبول بالأمر الواقع وكأنه حطوة مدروسة في ظل صعوبة قراءة تداعيات الأحداث المتسارعة وضبابية المشهد الملبد بمخاطر متعددة أفرزها عقدان كاملان من فشل الهيمنة الأمريكية التي لم تجلب سوى الكوارث لأفغانستان